حصلة ضحايا غرق سفينة الركاب الصينية نجمة الشرق في نهر يونكسي ترتفع إلى 65 قتلاً في الوقت الذي بدأت فيه آمل العثور على ناجين تتلاشع فرق الإنقاذ الصينية استهلت عملية تقطيع هيكل السفينة السياحية الذي يطفو على السطح في محاولة لدخولها وانتشال الجثث المحتمل للعثور عليها فيما تم توسيع مساحة البحث إلى 220 كم عن موقع الحادث بعد العثور على جثث على 50 كم من السفينة الغارقة سحبتها التيارات القوية السلطات الصينية تتحدث عن بقاء 370 راكباً في عداد المفقودين وبالموازات مع استمرار عمليات البحث قام نحو 50 شخصاً من عائلات الضحايا بالتنقل إلى مكان الحادث لمحاولة الحصول على معلومات بخصوص ذويهم سفينة نجمة الشرق جنحت مساء الاثنين قبل أن تغرق بسبب إعصار ضرب منطقة جيان لأثناء مرور سفينة التي كانت تقوم برحلة من نانكينغ نحو تشونغ تشونغ